حقيقة الأطار التنسيقي يعتبر نفسه هو صاحب القرار هو صاحب النفوذ هو من جاء بالسوداني بالتالي أي قرار يصدر من السوداني يجب أن يكون الأطار مطلع عليه وبشكل كبير وله حقية إبداء الرأي في ذلك القرار وخصوصا في موضوع تغيير الوزراء والمدراء العامين وبعض الوكلات بالتالي الأطار هو من جاء بالسوداني لكن العملية هي عملية محاصصة حتى وإن استبدل السوداني والوزراء وما راح يجيبهم على مزاجه وعلى كيفيته وجاء يكونوا من خارج الأطار التنسيقي ومن خارج الأحزاب المتواجدة في السلطة لا مستحيل والدليل أن السوداني ما زال هناك أعباء من التيار الصدري يعملون داخل الحكومة حتى اللي ما موجودين اللي يسحبوا من الحكومة السوداني أبقى عليهم ليش حتى يحافظ على التوازن نلاحظ وجود الأمين العام لمجلس الوزراء ما زال مستمر بمنصبة نلاحظ وجود المحافظين المتعار الصدري ما زال موجودين في مناصبهم هو يحاول أن يمسك العصر مثل ما استضر الأخ الضيف من المنتصف لكن في نفس الوقت يحاول أن يخض الجمهور يحاول أن يخدم الشارع يحاول أن يقدم ما ممكن تقديمه وهذا كله لن يتم ولن يكون هناك رضا واسع عن شخصية السوداني وآدائه إلا بوجود عوامل حقيقية تعمل على تغيير الهيكلية للمؤسسات الحكومية وهذا يضر للطعوب وجعل الآن ليش لأن ما زال القرار يتحكم به أصحاب الكتل السياسية المتنفذون القادة أقصد وهم مسلطرون بشكل كبير ولعله أي قرار يزعجهم ما يناسب مزاجهم يختلف عن مزاجهم وذوقهم ما يمشون به ويسببون إحراج السوداني ويسببون له مشكلة لربما تصل للإطاحة به لكن كل ما مجمل القضية أن السوداني ما زال سائرا في طريق النجاح وهو يسير بخطوات جديدة وأن هناك مقبولية تتزايد داخل الشارع العراقي وأن هناك معارضين أصبحوا الآن شبه مؤيدين لحكومة السوداني بل هناك من أيده بشكل كبير كون أنه يعمل بطريق صحيح يعمل على خدمة المواطن يحاكي حياة المواطن يذهب للتلامس مع المواطنين وهذا ما يخدم الشارع العراقي والشارع فرح كثيرا بذلك ويعتبر هذه الحكومة من أفضل الحكومات التي سبقتها لحد الآن